السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا مرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع الدكتور محمد عبد العزيز السالح في الجزء رقم 10 من الفصل الثالث سنتناول أحدى طرق إنتاج الكومبزيتماتيريا من الليكويد ستيت ألا وهي الانفلتريشن ميسود الانفلتريشن ميسود هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضعي انفلتريشن اسفورسد انفلتريشن ميسود أوفليكويد فايز فبريكيشن أوف ميتال ماتريكس كومبزيت يوزن أداي كاستينج تكنولوجي إن هذه الطريقة في الحقيقة تستخدم عملية الفلترة بالقوة للليكويد فايز من المواد اللي هي الميتال ماتريكس كومبزيت من خلال استخدام الداي كاستينج أو سباكة القوالب أو تقنية سباكة القوالب سنرى الآن أو سنصف وصفنا عاما للرسمة الآن أمامنا ثم نتناول بالتحليل خطوة خطوة مما سنرى الجهاز عبارة عن Upper Movable Mold Half يعني هذا هو الجزء العلو المتحرك من القالب ثم Lower Fixed Mold Half والجزء الأسفل أو السفلي يكون سابداً يوجد لدينا أيضاً ايجيكتور بن أو الجزء الذي يستخدم فيه رفع أو إزالة أو يرغب الأسفل أو إزالة أو المضح للحفل وإزالة أمامنا موفابل بيستون إنما يحدث في الحقيقة في هذه العملية عندما نضع وهو عبارة عن الشكل الأول للمنتج ولكنه يوجد ددايه العديد من المسام تماما كالفلتر ثم نضع بعد ذلك المولتوم مثل المعدن المنصحر فالمعدن المنصحر يتخلل هذه السقوب حتى يملأها ويزيد عليها من الأعلى كما نرى بعد ذلك نطبق أو ننفذ عملية الضغط عن طريق البيستون حتى تتم عملية السودوفيكيشن وبعد أن تتم عملية السودوفيكيشن عن طريق الإيجيكتور نعمل عملية رموفينج للبارت ونحصل عليه خارجا من الجهاز